رمضان صبحي رمضان صبحي لاعب نادي بيرامد دارة النادي الاهلي حطة عنيها دارة النادي الزمالك الزمالك هي دلوقتي اللي بتضغط ضغط جمد جدا جدا علشان رمضان صبحي موسط في الموضوع ده مين زي ما قلنا لكم الفترة اللي فاتت موسط عبدالله السعيد علشان يقنعه بالموضوع وممكن نقول انه قريب جدا جدا من نادي الزمالك في المركاتو الصيف اللي جاي بإذن الله الصفقة التانية مين برضو الاسم مش مفجأة احمد عبدالقادر لعب النادي الاهلي حد هيقول لي طب احمد عبدالقادر لسه مع الاهلي لسه عقده ساري مع الاهلي ازاي الزمالك هيشتريها سيهم هقول لكم الزمالك بيحاول مع بعض الوسطاء او الوكلاء اللي بيحاولوا يعملوا بلغة الكرة كبري لعبدالقادر عن طريق احد الدوريات في اوروبا بعد كده يعرفوا يشتروا وعلى فكرة عايز اقول في الجزئية دي ان العرض اللي كان لعبدالقادر في يناري اللي فات من نادي سفاسة التركي كان اه عن طريق بعض الوكلاء صحيح كالعادة بس كان عبدالقادر هينتقل بعدها للزمالك على طول يعني كان بالبلدي كده وبلغة الكرة زي مقلت الكبري وهنا عاوز اقول حاجة يعني لو الزمالك عنده رغبة فعلا انه يشتري احمد عبدالقادر وبصرف النظر حتى عن الاسماء يعني هنا وهنا الاهلي والزمالك انت ممكن تقدم عرض رسمي للاهلي بمبلغ مناسب لو الاهلي موافق على رحيل احمد عبدالقادر ما يرحل عادي احمد عبدالقادر ويرحل غيره من الاهلي للزمالك والعكس ما اعتقدش انه هيكون يعني فيه مشكلة انه يستفاد منه مديا ونشوف بقى علاقات طيبة نستغل هذه العلاقات نستغل النهاردة انه الادارتين فاحسن حالتهم ويتم تبادل اللعيبة بشكل عادي جدا وبشكل مباشر بين اكبر ناديين يعني بشكل برضو مباشر كفاية الطرق الغير مباشرة يعني كفاية لطرق اللي بتعمل احتقان ما بين الجماهير اكبر جمهورين الاهلي والزمالك يعني دي مبادرة مني للاهلي والزمالك اتمنى تتسمع وصدقوني هتفرق كتير حقيقة يعني حاجة تانية بقى في الزمالك اللي بيحاول برضو دلوقتي انه يضغط علشان يأجل مباراته مع الاسماعيلي في الدوري هي المفروضة هتتلعب يوم الاتنين اللي جاي بإذن الله فقدرت الزمالك بتعمل ايه دلوقتي بتعمل على اتصالات مكففة جدا بمسؤولي رابطة الاندية علشان الفريق عنده برضو ارتباط في بطولة الكونفدرالية امام ابو سليم الليبي هتقولولي شايفة ايه هقولكم انا شايفة انه صعب المباراة دي تتأجل خاصة انه مباراة ابو سليم دي هتكون يوم الاحد اللي جاي يوم الحد اللي بعد اللي جاي وبالمناسبة الزمالك هيسفر الجزائر على طيارة خاصة برئاسة الكابتن احمد سليمان والمباراة تتلعب في مدينة عنابل الجزائرية فكل التوفيق للنادي الزمالك انه يحصد البطولة دي وكل طبعا التعدامات القوية اللي عملها تفرق بشكل كبير مع الفريق خاصة ان هي